لأنه عزيزي إذا لم يمتلك الإنسان في نظرية المعرفة هذا أصطن كل أخذوه إذا لم يمتلك الإنسان قدرة على خلق السؤال لا يمكنه أن يسمع شنوه الجواب من الدين اسأل الدين حتى ماذا يجيبك وإلا إذا ما تسأل أنت صامت وهو ماذا وهو صامت أبدا أبدا واقعا لا تفهم شيئا ولهذا تجدون في كلمات أمير المؤمنين قال استنطقوه هذا القرآن ماذا أفعل له شنو استنطقه كيف أستنطق أحدا أنا كيف تستنطق العالم ها بالسؤال وبالإلحاق وبالإلحاح وبالإصرار وبالإشكال إشكل حتى يقول لك ماذا هذا جواب أما إذا جلس دخلت النظر إلى وجه العالمي عبادة الحمد لله هي شيء مزين عاينته ومزين هي شيء عاينك وقم تترحل إن شاء الله تحصل ثواب ما مقتل فيه ولكن هذا هدف هذا هدف المعرفة أو ليس الهدف مو المعرفة الهدف شنو يروح للجنة السؤال مولانا عرفته شنو حول هذا المشروع حول هذه الفكرة حول نظرية المنجي الموعود حول المهدوية زمها ما تريد السؤال الأول أعزائي أطمئنه هذه التساؤلات اللي راح أطرحها أطمئنه لا أقل إذا إلى آخر السنة بقينا في المطارحات هذه الأسئلة لا نستطيع أن نجيب عليها ولكن لا أقل أنت تعرف السؤال حتى تذهب لي شنو للبحث للمطالعة للسؤال وأنا معتقد واحدا من أهم وظائف المفكر في كل عصر أن يثير دفائن العقول ولا يمكن إثارة دفائن العقول إلا جنو سميه شبهة إلا بالشبهات السؤال الأول